في ختام فعليات مؤتمر البرلمانيين العالمي للشباب في نسخة سامنة بمدينة شرم الشيخ وتحت رعاية السعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شعوره بالاعتزاز لاحتضان مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر لتصبح منارة للفكر وثقافة العالمية من خلال المؤتمرات المختلفة كما أعرب عن فخره بما شاهده خلال المؤتمر من حوار بين شباب العالم أضف رئيس مجلس النواب أن قضية المناخ تمثل تهديدا وجوديا للعالم بأسره وأن حوار الشباب هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات نوعية التي يواجهها العالم على مدار اليومين الماضيين تابعت بمزيد من الفخر والاعتزاز ما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين من برلمانات العالم والخبراء وممثل مؤسسات المجتمع المدني وهم يتبادلون الرؤى والخبرات فيما بينهم تجاه القضايا الأخطر عالميا بل أهم قضية من بين هذه القضايا وهي قضية تغير المناخ التي تمثل بحق تهديداً وجودياً لمقدرات عالمنا بأسره وهو ما يرسخ فكرة أن الحوار بين شباب العالم بجميع فئاته لم يعد رفاهية وإنما ضرورةٌ ملحة ترجمة نانسي قنقر